بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نكمل 15 عاما من وضع حجر الأساس في مشروع عطائي في مسيرة خدمة شريحة لها مكاناتها وأثرها في المجتمع في 2012-2003 أسست جمعية يوسف الصديق لرعاية المسلمين على يد الأم الروحية لمشروعنا المعطاء الدكتور رشاد عدس وبدأ مشوار البناء والتأسيس لمنكز رائد وحديث في مجال للرعاية المسلمين وتأهيلهم وتنمية قدراته يتم اختيار قطعة وقربة في منطقة الزواهر بمساحة 3182 متر مرورة وتبدأ عملية البناء والتجهيز والتأتيه ومؤابة البناء مع مطلبات واحتياجات المسلمين ومطلبات القانون ليستمر البناء لمدة 12 عاما مليئة بالعثارات والمصائب والعثارات المالية ليخرج للنون في 15-1-2015 مركز يحمل اسم الجمعية مركز يوسف الصديق لرعاية المسلمين من خلال بناء حديث ومجهز بمساحة مقدارها 1200 متر مرورة على طابقين واستراحات خارجية الوحداء بمساحات ببلغة 1500 متر مرورة وذلك على النفقة الشخصية والدعم الذاتي وضم المركز قسمين للنساء والرجال وبطاقة الاستعابية الإجمالية بلد 24 مسنة وتم استقبال أول مسنة في 15-2-2015 وبدأ مشوار العطاء والتطوير والتحليف واليوم في الذكرى 15 لانطلاق الفكرة وبداية المشوار ومن خلال كادر المتفاني من إدارات المشرفين وخصائيين وعمال تقف الجمعية والمركز شامخين على رأس تلك التلة في إحدى أحياء منطقة الزوهر في محفظة الزرقاء وبرقس مال بلغ ما يقارب 600 ألف دينار أردن وقد أصبح المركز بمساحة بلغة 1600 متر مرورة وحداثة وساحات الخارجية مجهزة بلغت مساحتها 2000 متر مرورة وضم المركز في جنباته عيادة طبية هي الأحدث والأكثر تجهيزا في دول المسلمين في المملكة يتقدم الخدمات الطبية والعلادية للمسلمين لموظمة التخصصات الطبية وذلك من خلال نخبة من أطباء أصحاب الاختصاص والخبرة ومطبخ مجهز بأحدث التجهيزات الفندوقية ليقدم من خلاله الخدمة التغذوية للنزلاء والكاد الوظيفي بقامة غذائية هي الأغنى بالمكونات والمحتوى الغذائي وقد استطاعت جمعية رغم قلة الموارد أن تترك بصمتها في العمل الخيري والرياض من خلال مركز المسلمين وعملها الدؤو الإقطاع ما اتسمى بهدوء والأقلانية بعيدا عن الضجيج والعشوائية والتخبط وسعد دوما للابتعاد عن السوشال ميديا وبهرجتها لأنها تؤمن أن العمل الخالص هو لرب الناس وليس لأرضاء الناس وضعنا نسبعين قول الله عز وجل وقل اعمل فسير الله عملكم ورسوله والمؤمن صدق الله ولننستغل هذه المناسبة لندن كافة مكونات المجتمع الأردني لزيارة مقرنا ومركزنا لا للتبرع والدعم بل للمساهمة معنا في رسم ابتسامة على وجوه أشخاص لا طهما ما رسلوا الابتسامات على وجوه الآخرين دمتم وداما نبضي عطائكم مدير جمعية ومركز الصديق عامر مكاح